نعم تفضل فضلتك عندنا في الأرياف مثلا مع ضيق الحال وكثرة الأولاد أحيانا يضطر بعض الناس عشان يوسع على نفسه أو عشان يوفر مكان مناسب لابنه أنه يتعدى على بعض ما يملكه من أرض زراعية أو يعلو على بنيانه بما يخالف أحيانا القوانين وبما يضطر للتعابل مع الجهات المعنية فهل هذه المسألة تعد من باب الضروريات التي يتاح فيها مثل هذه الممارسات ولا رأيي فضلتك رأيي أنه هذا يضر بنفسه ويضر بغيره بل ويضر بمن سيأتي من بعدنا الرقعة الزراعية رقعة يحتاج إليها وليس هو فقط الذي يحتاج إليها دا البلد كلها هي بتحتاج إليها لأنها أرض منتجة هو حولها إلى أرض بور من أجل هذه السكنة الضرورية هي أنه إذا لم يتناولها الإنسان هلكة أو قارب على الهلاك هذه هي الضروريات التي تبيح المحظور الضرورات تبيح المحظورات لا فمن انطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه متى يحل هذا الكلام؟ قيل في لحم الخنزير الذي هو أحرام متى يحل؟ يحل عندما أشارف على الموت يبقى ما هواش يحل فيه أن أنا مش لقي لحمة مش لقي بروتين لا مش لقي لحمة ومش لقي بروتين دا كل سمك ما انتش لقي لتنين كل فول علشان فيه بروتين نباتي لكن هتاكل خنزير يبقى إذن أكل الخنزير دا لا يجوز إلا للضرورة ولذلك يجب علينا أن نفهم هذه القاعدة العدوان في هذه الحالة على الأرض الزراعية الحقيقة أضر بالعباد وأضر بالخلق وهذا أيضا له اتصال بما نذكره إنه يا جماعة الخير النبي أمرنا بالتكاثر وقد تكاثرنا فبلاش زيادة النسل لكن تجد الواحد مخلف له من ستة لأحداشر دا كلام ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ لأنه هذا الأمر يضر بنفسه وبالآخرين من غير ضرورة